اشهد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بعطاء المرأة البحرينية وتاريخها المشرف في مجال العمل الدبلوماسي وساماتها في تعزيز مكانة مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة المالك المعظم جاء ذلك من مناسبة اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي حيث أكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين بقيادة جلالة المالك المعظم ودعم سمو للعهد رئيسي مجلس الوزراء وبمتابعة حثيثة من المجلس العالي للمرأة برئاسة سمو قارنة عهل البلاد المعظم عززت أسباقيتها وريادتها في تقدير عطاء المرأة وطنيا وعالميا كما أكد سعادته اعتزاز مملكة البحرين بإنجازات المرأة البحرينية الرائدة في مجال العمل الدبلوماسي الشامل منذ سبعينيات القرن الماضي ودورها كشريك فاعل في صنع القرار وترسيخ السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة على مختلف الصعود الوطنية والإقليمية والدولية